اهلا بكم مشاهدين الى ابرز الاخبار في دقيقة زلزال جديد يهز منطقة حدودية بين العراق وايران الولايات المتحدة تفرض عقوبات على افراد وكيانات مرتبطة بايران وزير الخارجية الامريكي واشنطن ما تزال تأمل بحل دبلوماسي مع كوريا شمالية منظمات تدعو الى اجتماع طارئ لمجلس حقوق الانسان بشأن ازمة الروهينغا وفي اخبارنا المنوعة لبنان يعتزم بناء متحف جديد يروي تاريخ بيروت وايضا علماء يطورون يدا روبوتية قادرة على الاحساس ومعلومات عن مدن مفقودة في الواحنطينية قديمة